السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً في محاضرة اليوم اللي رح تتحدث عن والأوبتكنيورايتس وهون مهم جداً نعرف إننا قاعدين نتحدث عن التهابين كونه كلمة آيتس دائماً تعني انفلميشن واليوم رح نتطرق لكلتا الحالات بشكل منفصل ونوضح أنواحها وأسبابها وعلاجها فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونتحدث عن اليوفيائتس وكما يشير الإسم فهي عبارة عن في اليوفيالتراكت ومهم جداً نعرف ما هي اليوفيالتراكت فاليوفيالتراكت هي مكونة من ثلاث عناصر رئيسية الايرس السيلياري بردي والكورويد وبالتالي لما نجي نلاحظ هنا أن الايرس في عنا السيلياري بردي وفي عنا الكورويد ونتيجة لهذا الكلام أي انفلميشن في هذه المناطق سيطلق عليها اسم يوفيائتس نتيجة لالتهاب اليوفيالتراكت ولكن نحن لازم يكون بالمصطلحات الطبية أكثر دقة ونتيجة لهذا الكلام تم تصنيف اليوفيائتس إلى ثلاث أو أربع تصنيفات رئيسية تبدأ بالانتيريوريوفيائتس التي تكون في مقدمة اليوفيالتراكت عند الانترميديت يوفيائتس والتي تكون في المنتصف عند البستيريوريوفيائتس التي تكون في النهاية وآخر نوع هو مجموع هذه الأنواع الذي يعرف باسم البانيوفيائتس فلكي نكون أكثر دقة لازم نعرف متى نحكي عن هذا الالتهاب انتيريوريوفيائتس نقول أنه انتيريوريوفيائتس إذا كانت جزئية الآيرس التي نلاحظها هنا هي الانفليمت وبالتالي بصير اسمها الايريتس فالايريتس تندرج تحت بند الانتيريوريوفيائتس على الجانب الآخر الانترميديت يوفيائتس هي التهاب الفيترياس and peripheral retina على الجانب الآخر عندنا البستيريوريوفيائتس هي التهاب المناطق التالية منها الريتنا فبنحكي عنها ريتينيتس التهاب الكرويد فبنحكي عنها كورودايتس أو التهاب كلاهما معا فبنحكي عنها ريتينو كورودايتس وهذولا بنطلق عليهم اسم البوستيريور يوفييتس وبالتالي أهم نقطة في اليوفييتس هو معرفة أي منهم نتحدث عنها فإذا كنا نتحدث عن الأنتيريور يعني نتحدث عن التهاب في الآيرس إذا كنا نحكي عن الانترميديات فإحنا نحكي عن إذا كنا نحكي عن البوستيريور فعلا بنحكي عن انفلميشن اما في الكورويد او في الريتنا فميجي منتحدث عن جانب اخر في التصنيف الى وهو المعتمد على الفترة الزمنية ودائما طبيا مهم جدا نصنف الامراض الى اكيوت وكرونيك عشان نقدر نصنف المرض بالاضافة الى نقدر نحط good management plan ونتيجة لهذا الكلام لازم يكون عارفين ان الفرق الرئيسي ما بين الاكيوت والكرونيك هو الانست وهي طريق ظهور المرض هل كانت رابد او غير ذلك ايضا من الاشياء لازم يكون عارفينها انه في حالة الاكيوت الابريزنتيشن تعتمد على ظهور ثلاث امور رئيسية اهمهم هو البين والبين دائما هو an acute indication for the problem فبحكينا بين redness وفوتوفوبيا والمقصود بالفوتوفوبيا هو الانزعاج من الضوء والمحاولة الابتعاد عنه بينما في الحالات الكرونيك زي ما ذكرنا الاعراض تظهر بشكل تدريجي ومن اهم هذه الاعراض هو ظهور الفلوترز والفلوترز رح نتحدث عنهم في قادم المحاضرة ونحكي انهم عبارة عن ما يعرف بيئة الذباب السوداء وهي امور يراها الانسان ولكنها غير متواجدة وهي تكون فعليا ظاهرة نتيجة لاختلال في اللي هو منظومة الرؤية عنده وبالتالي عندنا في الكرونيك بيزنتيشن بالاضافة الى ديكريست فيجن يعني بصير في عنده انخفاض من ناحية اللي هو رؤيته بيحكي لنا ايضا الفترة الزمنية والحط الفاصل ما بين الاكيوت والكرونيك هو لثري منتس بيحكينا انه قد يحدث لدينا ركرونس ابون سيسيشن اوف ترابي والمقصود بهذا الكلام انه اذا قطع المريض العلاج اللازم ياخده هذا الاشي قد يؤدي الى انه صير في عنده ركرونس اي عودة ظهور الاعراض عليه وهون نتطرق لنقطة مهمة جدا انه لازم نعرف ان هذا التصنيف ايضا مهم جدا يكون عارفينه من ناحية احنا بنحكي عن انتيريور ولا بستيريور يوفيويتس لانه هذا البرزنتيشن والريكرونس ريت بعتمد على اي من الانواع احنا بنتحدث فنستذكر الانتيريور يوفيويتس هي التهاب اليوفيويتراكت تحديدا المنطقة الانتيريور تحديدا الايرس وهون نتحدث عن عدة اسباب اهمهم والموست كومون كوز هو الاديوباثيك كوز والمقصود بالاديوباثيك يعني لم يوجد تفسير واضح وصريع لحدوث المشكلة عند الهلا بي تونتي سيفن والهلا بي تونتي سيفن هي عبارة عن اه 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 متواجدة في عدة امراض هاي الامراض اذا كانت عند الشخص وكان هذا الشخص هلا بي تونتي سيفن بوزيتف نتوقع ايضا ان يكون عنده انتيريور يوفييتس ويمكننا اختصار الهلا بي تونتي سيفن بكلمة بير فاذا تواجد اي من هذه الامراض مع الشخص نعتقد انه هو عنده احتمالية اعلى للاصابة بي اضافة للجوفينال اديوباثيك ارثرايتس الهيربيس تيبركولوسيس بهجة ديزيز والآن رح نتطرق لهم بتفاصيل اكبر فنيجي نتحدث عن انكلوزينج سبوندولايتس وزي ما ذكرنا الانكلوزينج سبوندولايتس تعتبر من اهم الهلا بي تونتي سيفن بوزيتف وبالتالي اذا كان الشخص مصابا بالانكلوزينج سبوندولايتس لابد من انه يعمل فولو اوب عن طبيب العيون وهنا لازم نعرف ما هي الاعراض التي يشتكي منها مريض الانكلوزينج سبوندولايتس ونبدأ بانه غالبا يكون يعاني من لوباك بين ستيفنس اور بين والمقصود بهذا الكلام انه رح يكون في عنده الام في اللي هو بالاضافة انه رح يكون في عنده الالم بزداد عندما يرتاح وهي كلمة مهمة جدا وهي ييلد انه اضافة الى انه البين is رليفت باي اكتيفتي وحال الظهور هذه اليوفيويتس تكون يعني في عين واحدة ويكون لديه هايبوبيون وهنا منيجي لأهمية فهم معنى كلمة هايبوبيون فالهايبوبيون هي عبارة عن اكيوميليشن اف وايت بلود سيلز اور بس ان ذا لور بارد اف ذا فرونت شامبر اف ذا اي فزي ما منلاحظ هون عندما يكون في عندنا تجمع للقيح في الجزئية الامامية والحجرة الامامية من العين يطلق عليها اسم هايبوبيون وهذه هي طريق الظهور الشخص اللي عنده انكلوزينج سبوندولايتس وتكون في عين واحدة فيطلق عليها اسم يونيلاترال هايبوبيون يوفيويتس ننتقل للامر الثاني واللي هو جوفينايل اديوباثيك ارثرايتس وكلمة جوفينايل جاي من صغير في العمر واديوباثيك يعني مجهول السبب وارثرايتس يعني انفلميشن في المفاصل والاشي اللي من نكون عارفينه انه هذه الارثرايتس بما انها تصيب المفاصل لابد ان تكون in one or more joints وبالتالي الشرط الاول للجي اي 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 هو انه هذا المرض جاي ما ذكرنا عشان انشخص بالجي اي 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 الشرط الاول انه يكون عندنا affected one or more joints عند الطفل اضافة الى انه لازم يكون فترة اصابته فيها لمدة اكثر من six weeks ويكون عمره less than sixteen years old وبالتالي ثلاث شروط محورية وجوهرية لتشخيص جي اي اي رقم واحد joints that are involved are one or more رقم اثنين يكون عندنا ظهور الاعراض استمر لفترة اكثر من six weeks رقم ثلاث يكون عمر الشخص اقل من 16 سنة وهذا يعتبر عبارة عن مرض systematic polyarticular يعني زي ما ذكرنا عدة مفاصل تكون مصابة فيه وهو more common in girls وهو ana positive وهون لازم نعرف انه المرض painless وانه يكون bilateral وزي ما منلاحظ هون بيكون فيه عندنا white eye منلاحظ بياض في العين وهذا الشخص لازم يكون فيه عنده screening لما يكون عنده high risk of this disease فزي ما منلاحظ هون عندنا GIA بتكون مصيبة لعدة joints لهذا الطفل بالاضافة لانه بيكون عنده anterior uveitis بأي من انواحها فهون منيجي منتطرق انه ما هي representation وزي ما منعرف انه اي مرض لكي نتمكن من تشخيصه لابد يمر بثلاث مراحل history, physical exam, and investigation في الhistory رح يشتك المريض من بين photophobia, ciliary injection, decreased vision ورح نتحدث الان عن كل واحدة بالتفصيل فنبدأ في حديثنا عن اللي هو signs of anterior uveitis وهاي من النقاط الجوهرية جدا تسأل في الميني اوسكي وفي الاوسكي وفي الاورل وفي العديد من الامتحانات نتيجة لأهميتها ولأنها تدل بشكل كبير جدا على anterior uveitis بداية signs of anterior uveitis هم ثلاث الرئيسيات رقم واحد high bobeon وتحدثنا ان ال high bobeon هو عبارة عن accumulation of bus في frontal chamber of the eye زي ما منلاحظ هون السيني الثاني ايش اسمه posterior synechia والposterior synechia هي عبارة فعليا عن ارتباط خاطئ والتساق غير صحيح وغير سليم ما بين جزئيتين في العين الجزئية الاولى هي عبارة عن الايرس والجزئية الثانية هي عبارة عن cornea or lens والمقصود بهذا الكلام زي ما منلاحظ انه الايرس التسقت وزي ما منلاحظ هون في الرسمة الايرس التسقت في اللي هو هذا الاشي اذا كان الارتباط from the back this is called posterior synechia وبالتالي شو بجي بحكي لنا posterior synechia occurs when the iris sticks to the lens يعني عندما يلتسق وصير في عنا ارتباط خاطئ او ادهيرنس خاطئ ما بين الايرس واللنس هذا الاشي بنسميه عبارة عن posterior synechia وهذا الاشي ومشكلته الرئيسية انه سيعيق عملية انتقال الفلويتز عند العين وهذا الاشي رح يؤدي اما لجلوكومة وكتاركتس ورح نتطرق في محاضراتنا القادمة عن الجلوكومة والكتاركتس وبالتالي وكلمة كراتيك او بيرسيبيتاتس يعني هي عبارة عن ترسبات هذه الترسبات هي من البروتينات وبالتالي شو بجي بيحكي لنا الكراتيك بيرسيبيتاتس هي عبارة عن وبالتالي زي ما ملاحظون في عنا ترسبات هذه الترسبات البروتينية تكون تحديدا ناتجة عن الانتيريو فيايتس وتدل عليها وهي من الامبورتانت ساينز فلو يجعنا سؤال في الامتحان وحكالنا وهذا السؤال مهم جدا ويتكرر في كل الامتحانات ساينز اوف انتيريو فيايتس نحكي له هايبوبيون بستيريو ساينيكيا كيراتيك بيرسيبيتاتس وهنا ننتقل على البستيريو فيايتس والبستيريو فيايتس من اهم النقاط نعرفها انها من اهم اسبابها هو التوكسو بلاسموس وهو نوع من انواع الانفكشن اضافة للتيوبر كولوسيس سيفلس بحجوة ديزيز فيرون راينيتس بالاضافة للإديو باثيكوز فدائما لازم نتذكر المستكمن كوز of anterior eufatis is idiopathic cause while the most common cause of posterior eufatis is توكسو بلاسموس وهنا مننتقل لاننا لازم يكون عارفين the symptoms of the posterior eufatis ونتحدث عن أولهم وأهمهم هي الفلوترز وزي ما ذكرت سابقا في المحاضرة الفلوترز هي تعرف أيضا باسم الذبابة السوداء زي ما منلاحظون وهي عبارة عن ظهور تغير من ناحية رؤية الشخص فمنلاحظ وجود هذه الزوائد والشوائب في نظره هذه تكون دلالة على وجود البستيريول يوفييتس بالإضافة إلى أنه راح يكون فيه عنده وهذا الشخص اللي بيكون مصاب بالتوكسو بلازموزز which is the most common cause of posterior uveitis بتظهر عنده الصورة بهذا الشكل نتيجة لوجود التوكسو بلازموزز ونتيجة لهذا الكلام لازم نعرف العلاج المناسب لحالات اليوفييتس وفي هاي الحالة لازم نشير إلى أن التريتمينت is usually using steroids which is considered as an anti-inflammatory drug ولكن هذه الدرج زي ما بنعرف الها different routes of administration أهم هذه الأشياء لازم نكون عارفينها هو إنه ممكن نوخذها بشكل توبكل قد نوخذها بشكل لوكل قد نأخذ الدواء بشكل systematic يعني أخذ الدواء بختلف طريقة أخذه وهنا لازم يكون عارفين إذا بنعطي الستيرويد بشكل توبكل والمقصود بتوبكل يعني زي مرهم هذا الإشي بنعطيه بشكل فقط لعلاج الانتيريور يوفييتس وبالتالي أول وأهم معلومة أنه العلاج بعتمد على الستيرويدز كونه anti-inflammatory drug والكيس عندنا هي inflammation of the uveal tract حكينا هي عبارة عن anterior intermediate و posterior إذا كان عنده شخص anterior هناك قدرة على العلاج بتوبكل استيرويدز ولا أنها هي anterior وفقط تزبط في الانتيريور عندنا الـ local والمقصود بالـ local رح نتحدث عنه في الجزئية القادمة من المحاضرة ولكن أهم بشي نكون عارفينه أنه الـ local بتم استخدامها في unilateral disease أي أنه كان مصيبا لعينة واحدة فقط non-infectious intermediate and posterior uveitis وبالتالي هون إذا كان عندنا anterior أو posterior أو عفوا عندنا intermediate أو posterior uveitis نستخدم الـ local treatment وممكن نستخدمها in severe anterior uveitis العلاج الأخير واللي هو systematic إنه منيجي منعطي الدواء بشكل systematically يعني ممكن نعطيه IV this is used mainly in bilateral disease وتحديدا في الـ intermediate and posterior uveitis فمنيجي منيطلع الكورتيكوستيرويد and uveitis قد تعطى بشكل local وقد تعطى بشكل systematic وقد تعطى بشكل topical في حالة topical فقط وحصريا للـ anterior uveitis الـ local systematic تعطى في الـ intermediate and posterior uveitis والـ local قد يتم إعطاها عندما يكون الشخص عنده اللي هو يكون عنده severe anterior uveitis الأنواع الـ local زي ما تحدثنا يمكن إعطاها بشكل topical eye drops واللي هو تحديدا عبارة عن قطرات العين ممكن نعطيها من خلال local injection من خلال أن نحط الدواء بإما بالـ peri-ocular region أو intra-vitral region رح نتحدث عنهم والـ intra-vitral region system release ocular implant اللي هو زي وضع ما يشابه المضخة بيظلوا باستمرار يضخ فيها اللي هو الـ steroids اللي لازم نوضع نضاحها في تلك المنطقة والطريقة الأخيرة اللي هي systematically اللي قد يكون من أنواعها الـ IV الآن بنتحدث أنه بناء على إيش رح نستخدم؟ زي ما ذكرنا عندنا نستخدم اسلوب اسمه والترانسيبتل زي ما منلاحظ بنحط فيه 27 وان سي سي فور بيرسنت والشي ما نلاحظه هون هو إعطاء الدواء بشكل المهم يكون عارفين أنه يتم إعطاءه في على الجانب الآخر في إنها شي اسمه posterior subtenon والposterior subtenon أو subtenon injection هي عبارة عن تكنيك يتم فيه وضع وإنجيكت للميديكيشن وتحديداً الاستيرويد على سبيل المثال في منطقة تكون متواجدة ما بين جزئيتين الجزئية الأولى هي السكيلر الجزئية الثانية واللي هي زي ما ملاحظه هون والجزئية الثانية هي التينون كابسول وبالتالي سميناها subtenon تكنيك هو يستخدم في حالات البستيريور والإنترميديات وحتى البانيوفيويتس ليتم إعطاء الدواء من خلالهم وبالتالي اللي كي نلخص أن أكيوت أنتيريور يتم استخدام فيها بينما البستيريور والإنترميديات والبانيوفيويتس يتم وضعها بشكل subtenon injection واللي هي تحديدا في منطقة subtenon space التي تتواجد ما بين السكيلر والتينون كابسول وهون نيجينا نقطة مهمة جدا واللي هو بناء على إيش اخترنا اللي هو نوع الإعطاء سواء توبيكل أو بري أوكلر أو انترافينتران تحدثنا هو اعتمادا بشكل رئيس على نوع اليوفيويتس اللي موجود عندنا ولكن لازم نكون عارفين إنه مش كل واحدة فيها الكمليكيشن ستاعت تكون بنفس الشدة فكلما انتقلنا من حالة التوبكل إلى حالة الانترافيترال هنا بصير عندنا مور كومون ومور سيفير كومليكيشن وتحديدا الكتراكت والغلوكومة فبحكي لنا إذا أعطينا الشخص الدواء بإنترافيترال بارد أو بيكون عندنا فيترياس هيموريج ريتنال دي أتاجمنت أو اندوفثالمايتس واللي هي عبارة عن كومليكيشن إذا تم إعطاء الدواء بشكل انترافيترال بينما إذا تم إعطاء سابتنون والسبتنون زي ما تحدثنا هي في السابتنون سبيس ممكن يصير في عند الشخص fat herniation muscle injury هاي هي المضاعفات التي تحدث في السابتنون انجيكشن فإذا احنا تم إعطاء هذا الدواء بهذه السيغة نتوقع المضاعفات اللي ذكرتها ولكن the other way of giving this medication which is systematic use of corticosteroid له العديد من المضاعفات زي المذكورة هون أهم إشي وأكثر إشي منعرفه هو أنه بكون سبب الhyperglycemia الhypertension إضافة إلى أنه رح يعمل decrease بالإميونيتي تاع الشخص وبالتالي رح يصير في عنده increase risk of infection and delayed wound healing إضافة إلى الهرستيزم بإضافة إلى أن الطفل يصير في عنده osteopenia مهمة جدا 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 لأنه ممكن يكون سبب في الاستيوبروسيز أو الاستيوبينيا عند الأشخاص اللي بأخذوا كورتيكوستيرويد بشكل إضافة إلى ممكن يسبب غلوكومة وكتراكت وبالتالي هاي هي مضاعفات كورتيكوستيرويد فمنجم نتحدث عن أنواع أخرى من الاميوني سوبرسيف دراجز هذول الاميوني سوبرسيف دراجز هدفهم الرئيسي هو إنهم بيخلوا ردة الفعل الجهاز المناعي أضعف وأقل وهذا الإشي ممكن نستخدمه لكي نخفف من الانفلميشن في بعض الأحيان ومن أهم هذه الأشياء ومن أشهر هذه الأدوية هو الانتي ميتابولايتس وتحديدا الميثوتروكسيت عنا تينينفوسايت سيجنال بلوكرز واللي هم تحديدا سايكلو سبورين بالإضافة لممكن يجي نعطي أكيليترز واللي هم سايكلو فوسفومايت وأيضا عنا اللي هو بيولوجيكال رسبونس موديوليترز زي انفليكسيماب وبالتالي نحن الآن قاعدين نتحدث عن أنواع ميوني سوبرسيف دراجز المقصود بهم هي عبارة عن أدوية تقوم بتفبيط المناعة وردود فعل المناعة وهي هدفها الرئيسي إنها تخفف من الانفلميشن إذا تمكنت من هذا تحدثنا عن لازم نعرف كل كاتيجوري ومثال عليها فالانتيميتابولايتس من أمثيتها الميثوتروكسيت تينينفوسايتس سيجنال بلوكرز عنا سايكلو سبورين أكيليترز زي اللي هو سايكلو فوسفومايت وأخيرا عنا بيولوجيكال رسبونس موديوليترز زي انفليكسيماب ننتقل للموضوع الآخر بعد ما انهينا اليوفيائتس ألا وهو الأبتكنيورايتس والأبتكنيورايتس هي مختصة بإنفلميشن في الأبتكنيرب وبالتالي هذا الأبتكنيرب وهذا العصب البصري إذا التهب نطلق عليها اسم الأبتكنيورايتس وهي في إلها تداخل كبير جدا مع مرض يعرف به الملتبل سكيلوروسيز ألا وهو التصلب اللويحي والآن رح نتحدث كيف ممكن يكون في عندنا القليل من التشابه ما بيناتهم ولكن أبتكنيورايتس أبتكنيورايتس يعني انتفاخ بالأبتكنيورايتس زي ما ملاحظوهن في الصورة إضافة إلى أنهي ممكن تسوي فلاشز زي ما ذكرنا بالإضافة إلى تغير في الكالر فيجن أي الرؤية للألوان وأيضا مهم جدا 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 نعرف أنها قد تسبب ما يعرف بالرابد والرابد هو اختصال لكلمة ريلاتيب أفرانت ببلري ديفكت وهذا هي عبارة عن ميديكال كونديشن هاي الميديكال كونديشن تكون تحديدا عند تسليط الضوء إلى حدقية العين وعند تسليط الضوء للبيوبلز يجبنا أن يجبنا نحن تحديد الضوء إلى هذا هو تحديد الضوء إلى الميديكال نيرف المقصود بهذا الكلام عندما ناخذ الصورة لأي شيء في حياتنا يتم نقلها باستخدام الاوبتك نيرف إذا كان هذا الاوبتك نيرف المفروض أن الحدقية فيهم تصغر ليش؟ لأنه هي أخذت مقدار عالي من الضوء فبتحاول أنها تصغر حدقية عشان ما يصير فيها أي نوع من أنواع اللي هو الضرر الذي يحدث عندما يصير عند الشخص ربط أنه بدل ما الحدقيتين يصغروا في الحجم وصير فيهم راح يصير في عندهم ما يعرف بي دايلاتي بيوبال وبالتالي بوث بيوبال دايلاتي باستخدام هذا لأنه لا يمكن أن يساعد صغر على البيان لتصغر حدث لتصغر حدث هذا يسمى ربط أو ماركوس قن بيوبال وبالتالي الخلاصة أن الشخص اللي عنده أوبتك نيريتس لا يمكن إرسال الرسائل العصبية من خلال العصب البصري وبالتالي راح يصير في عنده ما يعرف بي الربط ألا وهو ردة فعل غير طبيعية لحدقية العين كون الشخص لازم لما يسمى تصليط الضوء على حدقية عينه أنه يصير في عندنا ويتضيق الحدقية في كل تالاتجاهات والحدقيتين ولكن الشخص اللي عنده أوبتك نيريتس راح يصير عنده العكس راح يصير في عنده دايلاتي أو ما يعرف بي الماركوس قن بيوبال فمن الأمثلة المهم جدا نعرفها أنه في عندنا ينج فيميل بيشنت with sudden onset of decreased vision in one eye history of numbness and weakness in upper limb shows رابد optic disc swelling وبالتالي هون قطعيا زي ما منلاحظ هون قد يكون لديها optic neuritis what is the treatment of optic neuritis قد تكون إحدى الأربع التالية أولهم وأهمهم الاستيرويد ثانيهم disease modifying therapies من أهم عمثلتها الانترفيروم بيتا ممكن أيضا نعمل plasma exchange ألا وهو استبدال أنواع البلد بلازما بين الشخص وشخص آخر بهدف أنه نتخلص من الانتيبادز التي قد تكون سببت هذا الانفلميشن إضافة لأنه ممكن نستخدم antibiotics أو immunosuppressants اعتمادا على الكوزو اللي سبب optic neuritis طيب بما أنه إحنا لازم نكون عارفين كيف نشخص هذا المرض وتحديدا optic neuritis من أهم الأشياء اللي نعرفها أنه ممكن نعمل eye exam والeye exam نتأكد فيه من نظر الشخص لأنه من أهم السمتمز اللي بعاني منها مريض الoptic neuritis ألا وهو انخفاض في معدل رؤيته بالإضافة لل وتحديدا ممكن يصير فيه عنده رابط زي ما تحدثنا ألا وهو توسع الحدقيتين بدلا من تصغيرهم وحدوث construction عند تصلية الضوء عليهم MRI scan وهذا الإشي بيورجينا مقدار optic nerve damage إضافة لأنه ممكن يورجينا إذا this disease is associated with multiple sclerosis واللي هو التصلب اللويهي blood test والblood test ممكن يورجينا antibodies that are linked for this optic neuritis من أمثلتها هو neuromyelitis optica أو MOG antibodies ممكن نعمل أيضا optical coherence tomography وهي أيضا بتورجينا thickness of the nerve fiber in the layer وهذا بيكون reduced في حالات optic neuritis إضافة لأنه ممكن يجينا نعمل VER وهي بتورجينا سرعة انتقال electrical signal وهل يوجد لدينا خلل في نقل السيال العصبي والرسالة العصبية من جزئية إلى جزئية أخرى هيك منكون أن هنا المحاضرة التي تتحدث عن اليوفيويتس والاوبتكنيورايتس وأعطيك العافية